عجل 56 سنة شفت فيها العجب العجاب ولكن باش تشبتني فين كين دابا وتكتب لي خط الجمعة ثلاثة ثواني وتجيب طايدا للمغرب ضغط الزر وتجاوب على تمني الرياضيات في ثانية هاد الشي مع امرين توقعت ان العالم غادي يوصل لي من باب الفضول دخلت لمحادثة مع الذكاء استناعي وصولتو في اي مدينة كين انا دابا الاجابة كانت صادمة ما كانش متوقعها جاوبني انني كين في مدينة مراكوش في المغرب وبالفعل انا كين في مدينة مراكوش موقفش هنا مشي تدرت اداة اخرى ديال الذكاء الاستناعي باش نشوف واش هاد الشي بالصح ولا غير بروباقاندا اعلامية ودخلت وطلبت منه يكتب لي خطبة جمعة حول الرشوة والاجابة كانت صادمة صورة انه اكتب لي خطبة جمعة كاملة باحاديث وآيات قرآنية كتتكلم كلها على الرشوة موقفش عند هاد الحد طلبت من الذكاء الاستناعي يجيب لي يا بايدن رئيس الولايات المتعلية الامريكية للمغرب وبضغطة زر هانتم ما كتشوفوا كيف هاد الدكاء الاستعي يزيف لنا الحقائق في خمس ثواني بطريقة محترفة ما تقدرش تكذبها مغان نوقفش مرة اخرى هنا هاد نجيبوا هاد الورقة ديال التماري الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي وغاد نشوف الذكاء الاستناعي واش غاد يجاوب لنا على الاسئلة بسرعة وطبعا غان نكتبوا لي السؤال وكيف ما كتشوفوا الجواب كان في اقل من ثانية ده بس سؤال المطروح واش هاد لطور العقول غير بشرية تتفوق على الذكاء البشري واش الهدف ديال من تبسيط العلم والمعرفة ولا الهدف ديال من خلق عقول وانسام غير بشرية لتحل محنة وتفكر بدلنا وتوجهنا فيما بغوا فكريا ودينيا الغريف هاد الشي هو على ان مبتكر او صاحب الذكاء الاستناعي جيفري هينتون خرجت براء من الذكاء الاستناعي اللي اصناع حيث قدم استقالته لشركة جوجل وصرح ان الامور خرجت عن السيطرة وان برامج الذكاء الاستناعي ستتفوق علينا مستقبلا وعلى صانعها من البشر قريبا المخاطر ديال هاد الشي بدأت تلوح في الافق بعدما تكسرت الحواجز بين الانسان والاجهزة ولت تعلق بالاجهزة مرضا اقوى فتكا من الامراض الاخرى الكثيرة المنتشرة في العالم وفي المقابل بدأت الحواجز بين البشر الطبيعيين انفسهم كتسع الهوى ديالها ايضا ايلون ماسك المعروف بتبنيه للتكنولوجيا تبرأ ايضا من الذكاء الاستناعي وقال وصرح على انه خطر قادم في المستقبل وخاصنا نواجهه بكل الامكانيات في المقابل كان واحد صمت غريب عندنا عند الحكومة المغربية والسؤال المطروح الى كان فرص هاد الشي راه مصيبة وساكت راه مصيبة واذا كان قعم فرصها وساكت ايضا والله الى مصيبتين حقيقا انا اتساءل اليوماتية كنقول على انه وكان صرحه وكانقول ابناء هنا في خطر وخاصنا نديره شي حلول اللي هي استباقية يتصوره معايا انه ابلاست ما يتعلم ويخدم عقله ولا غادي يدخل اي موقع الالكتروني ويلقى معلومة جاهزة ويستهلكها ويريد يستهلكها فيما هو ايجابي يقدر يستهلكها فيما هو سلبي وبدل ما يتعلم الهندسة والطب غادي يتعلمنا كيفاش يفبرك الاصوات وكيفاش يشهر بالناس ويبتزهم وهذه كلها مخاطر خاصنا نوعا وبها كاملين كابا وكمجتمع وكحكومة نحن اليوم امام خطر داك شعلاش خاص للحكومة ادياننا تدخل وتدير مواد خاصة بالذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسية وتنبه ابنانا على ان استخدام العقل البشري هو الالية لا بد منها ولا يمكن استغناءه عنها وإلا نتسألوا كيفاش سويد اللي هي دولة كبيرة ومتقدمة في الذكاء الاصطناعي وفي الرقمنة وفي غيرها من المواد التكنولوجية اليوماتية كتقول على لسان وزير الثقافة ووزير التعليم على انها مرصد واحدة ميزانية كبيرة باش يشجعوا التلاميذ ديالهم على الرجوع الى الكتب والاقلام التقليدية اللي تعلمنا احنا بيها جيل الستينات وجيل السبعينات اذا سويد اكتشفت علنا ليه طابليت وعلنا هاد هاد شي كامل ديال تكنولوجيا خطر اذا حل محل الكتب لماذا لانه بكل بساطة العقل مات ليستخدم غيرتوقف كل شي موجود هنا في هاد الآلية ديال الذكاء الاصطناعي وما علينا الاستهلاكة اذا كنقولو كن اكدو على انه اذا كانت سويد ديالت هاد شي اش غادي نقولو انحنا اذا لابد من وقفه ولابد من ديره حلول مستقبلية اليوم اللي كنتكلمنا على التعليم اتكلمنا على المخاطر ديال اللي ممكن يتواجهها الابناء ديالنا بغيت نقولو على انه اي اصلاح اليوماتي اللي رجعتو معايا ديال التعليم كيجي من خارج السياق ومن خارج منظومة التعليم ما عمر بدارش اصلاح في المغرب داروها ابناء الدار كل اصلاحات كيجي من خارج الدار ومن ناس ومن مسؤولين لا علاقة لهم بالقطاع لا من بعيد ولا من قريب اما كيجطروا تجربة فرانكو فونية وكيجيبوا حاولوا نزلها في المغرب وطبعا غادي تفشل بكل اسافين وفشلات لماذا؟ لانه الصين واليابان ومجموء كوريا الجنوبية وغيرها من الدول اوماليزيا وسنغافورا هذو كامل يمتطوروا لماذا؟ لتشبتهم بالهوية ديالهم باللغة الام ديالهم اللغة ديالنا نحنا هي اللغة العربية اللغة الامازيغية وللأسف نحنا مزال جميع الخطابات ديالنا جميع المكاتبات ديالنا جميع المراسلات ديالنا لازالت باللغة الفرنسية وهذا عيب شكل خطير جدا كنواجهه وزيد 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 على ذلك تحياتي لكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله